عايزة أقول لحضراتكم حاجة مهمة جداً الغنى في محافظاتنا الكتيرة لما بذات يبقوا في الأفراح بتلاقي على طول هم بيميلوا للحاجات اللي شبههم لأنه مصر الحقيقة غنية غنية في غنيها غنية بالعادات والتقاليد وده اللي بتسمع أغاني تقول الله إيه اللي أغاني الحلوة دي بذات لو روحت حضرة فرح شعبي وكده بتسمع غنى تاني وغنى حلو مظبوط الكلام ده مظبوط طبعاً أكيد وأنا حاسة إنه الأصوات التقيلة زي صوتك ده أكيد بيبقى له كده رونق وحضور يعني كلميني لما لما أنت لما سفرتي بقى سفرتي برا مصر وغنيتي إيه وروحتي فين حكيلي أنا سفرتي جماعة دي والعالم وكننا بنغني الشغل الفلكلور ده للعالم بتقدروا لجانب عندهم حاجة زي مكلسوم عندنا هنا الفن الشعبي عندهم حاجة كبيرة قوي قدي إيه بيحبوا الفنان وقدي إيه بيقبلوه لا لا نزل لي المايك براحتي قدي إيه بيقبلوه قدي إيه بيحبوه رحتي فين يعني الناس سفرتي فين رحتي لبنان ورحتي سوريا ورحتي فرنسا ورحتي لندن ورحتي اليابان اليابان كمين طبعا 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 نغني وبعدين نكمل كلامي نغني قبل بس ما نغني عايزة أسألك عنه أنا عرفت أن أنت اكتشفتي سعد صغير وأمينة آه دي حقيقة طبعا 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 تحكيلي الحكاية طبعا كنت في مرة أنا وأحمد عدوية وسيد حجاب الله يرحمه وحد كان فنان ناقد قاعدين بنعمل لجنة تحكيم وكان لسا سعد لسا ما كانش بدأ في الشغل وكان مين وكانت أمينة طبعا أمينة أخت عزيزة كان بتسعر بالليل أنا كنت بشتغل أعمل نمر وكده وكانت لسا هي مبتدئة كده صغنونة يعني فجات قالت لي عايزين نعمل شغل وإيه رأيك في صوتي وخدت رأيي قلت لها لأ صوتي جميل وإن شاء الله حتبقي حاجة وهي البنت مجتهدة وجميلة وعملت شغل وربنا كرمها وكبرت وقالت حاجات حلوة كتير بالنسبة لساعد بقى كان عندي مثلا في اليوم بقى أفتكر الناقد دون بيقول هدى احنا كنا مع هالة شو على روتانة فبتقول لي ساعد مش مطرب شعبي يا مدام انت بتقول لي قلت له آيو لا هيبقى مطرب شعبي حلو ليه قال لي لا دراكس قلت له لا وفنان شعبي حقول لك ليه هو احنا زمان سيبك من كانت الست مجلسوم لما حتى كانت بتغني كانت ممكن لو جملة خدتها عظمتها فنان فنان هتلاقي نفسها بتهتز فانت بتلوم على حد بيغني الزمن البطيء اللي فات وكانت بتهتز طيب لما النهاردة يبقى فيه الزمن السريع الرقم الاقاعة السريع ده الاقاعة السريع طيب لما يبقى واحد زي ساعد يطلع يغني سيبه ياخد حظه هيغني وهو شعبي برضه وهيرقص خليه يرقص ما هو ده حقه زي اي فنان معنى كده انه بيرقص يبقى مش فنان لفنان ومطرب شعبي شاطر وحنكتشفه دلوقتي وحتشوف وقد كان نحن عملنا عمل اغنية وجاب الشباب بتوعه وربنا كرمه قد ايه كان مبشوط وبقى بيغني وبقى بيغني طيب معاهم بقى مع ساعد وامينة بعد كده بيقابلوني بقى طبعا انا هما بيغنوا بقى كل واحد بيغني الحاله بس طبعا بيقابلوني هما ناس يعني ما بينسوش اللي كانت في وقت من الوقت طبعا لا طبعا وهم ناس ولاد بلد وحاجة جميلة طبعا